إذن هي جزء من الرسائل الأخلاقية لكن من مية واثناشر سنة بالضبط لأنها هي كلها مسيرة عطاء أخلاقي في الأصل من مية واثناشر سنة نشأ بين ضفتي النهر نهر القاهرة هذا الكيان فكرة ولدت في زهن شخصية شاف أنه لما عمل نادي طلبة المدارس عشان يجمع طلبة الجامعة كانوا 200 واحد في أول جمعية عمومية عملوها في كلته الطب خرجين وطلبها عشان يجمعوا مع بعض في فترة التقصية فعملوا نادي طلبة المدارس العلي المدارس العلي الفكرة كانت في زهن عمر بيكلطي هو المؤسس لهذا النادي ورأس نادي طلبة المدارس العلي فلما المسألة أخذت نطاق أوسع بدأت تروح ناحية الرياضة بدأت تاخد اتجاه أنه طب ما هدول كلهم على اتصال وخريجي مدرسة وطنية واحدة كان بيقودها الزعيم مصطفة كامل إذن عندهم أهداف وطنية للتحرر طب ليه ما يتعملش نادي على نطاق أوسع وأكبر يبقى ده الناشونال ده الوطني ده الأهلي الأهلي عشان كده سمي الأهلي من أول لحظة لا تغير اسمه ولا تبدلت عليه الأسماع في ظل الأهلي عمر بك لطفي شخصية هو المؤسس عشان كده بقول لكم قيمة المؤسس دايما وأبدا لازم أن تذكر في كل مناسبة وأتمنى على كل الأهلوية ممكن أفعل كلمة المؤسس و ودي فيها بعد أتمنى بس على كل الأهلوية 14 نوفمبر من كل عام لابد من تذكر هذه الشخصية وهذا الرمز المؤسس طب الراجل ده بيجي له حقه أمتى أحدش بيذكره من سنتين فاته بالضبط بدأنا نتعقب شخصيته ونطلع العمق اللي كان والصراء اللي كان في شخصيته الراجل ده لما عمل نادي طلبة المدارس العليا في 1905 كان وجهة نظره إيه كان وجهة نظره أنه مشغول على الشباب ده بعد انتهاء الفطرة الدراسية وعلى وقت فراغه حيعمل ايه ويجمع ازاي ويظل على تواصل فيما هو يفيد البلد ده حفل افتتاح دي صور تاريخية حفل افتتاح نادي طلبة المدارس العليا 5 ابريل 1906 الفكرة بدأت في 1905 وتنفذت تاني سنة أو خلال السنة كانوا بيعدها ده حفل الافتتاح بص يا أستاذ ابراهيم دي النقطة دي النقطة لحد دلوقتي عايش معنا واللي بنكمل فيها أن تكون معنيا بسلوكيات الشباب وما يؤثر عليها بالإيجابية وأنك تزرع نبط صالح من هؤلاء وتيقلموا الفرصة أن يعيشوا عيشة نفسية صحية وطنية هذه بزرة النادي الأهلي الدان منشأ فلما نجحت فكرة أنه جمحهم على أهداف سياسية رجع ابتدأ أقول لك الله طب وفين الجانب الرياضي هيبقى دايما فيه جانب ناقص في شخصية هؤلاء فجاءت فكرة النادي الأهلي للتربية البدنية نقول مين بقى عمر لطفي أو للرياضة البدنية مين عمر لطفي عمر بق لطفي من أصول مغربية والأصول المغربية مش مقصود بها دولة المغرب أو مملكة المغربية هي شمال أفريقيا في الوقت ده كل ديت المغرب العربي فهيديت أصول عربية وكانت مصر بالنسبة للقبائل العربية المرسأ لطريق الحج يعني كل العرب بتوع المغرب بييجوا يستقروا في مصر ومنها يتحولوا إلى الحجاز فكانت تحول القبائل العربية من المغرب العربي لمصر كتير بحجم أن هي المنطقة الوسط اللي منها بينتقلوا إلى الحجاز وهم رجعين من الحجاز بيستقروا فيها فعضون كان يوعد بقى أسرة أو عائلة عمر بوك لطفي استقرت في مصر والده كان وكيل لدولة المغرب في مصر زي السفير ولد عمر لطفي عمر لطفي بن يوسف عشور المصري يعني حتى خد لقب المصري من عمل والده هنا عمر لطفي بن يوسف عشور المصري ولد في الإسكندرية في 1968 تعلم فيها في مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية التعليم الأول دي مدرسة أنشئت بجهد من عبد الله النديم اللي بس فيها الروح الوطنية والشعور القومي عشان كده شوفوا النبت جاي منين واحد درس في مدرسة أسيسها عبد الله النديم فبدأت فكرة الروح الوطنية والشعور القومي يظهر عنده تتلمز من زنعومة أزافري على الروح التعاونية الوطنية النبل بقى بتاع أخلاق البشوات في الفترة دي الروح التعاونية مش معنى أنه هو ثري وأنه هو والده كان كذا والده كذا مهموم بالمجتمع هو مهموم بالمجتمع ومحدود الداخل وبالناس البسطاء فدي فكرة التعاون الروح التعاونية اللي هي قالت بعد كده لأشكال كتيرة من أشكال التعاونيات فهو يعتبر عمر لطفي واحد من رواد الحركة التعاونية في مصر لما تكون حركة تعاونية ممزوجة بالحس الوطني تبقى قضية كبيرة قوي وكمان يدرس في كلية الحقوق القانون وكان من أخلص أصدقاء مصطفى كامل وسعد زغلول وده اللي قوى عنده الشعور الوطني وسروته جات من اسكندرية للقاهرة كمل دراسته هنا تخرج من مدرسة الإدارة والقضاء اللي هي الحقوق الخدوية اتعاين في قسم قضايا الحكومة اشتغل في مكتب سعد زغلول باشا نظر الحقانية أيام كان محامياً يعني سعد زغلول مكتب المحاماة بتاعه كان معاه عمر بكلطف كان بيتكلم عربي طبعاً كويس وفرنساوي كويس وقليل من الإنجليزية والإيطالية عمر رطفي كان منفتح شخصية مثقفة منفتح على الثقافات الغربية دائم السفر للخارج فعنده فكر متطور ومتجدد دايماً عشان كده حتى روح التعاونية عنده كانت جاية من ثقافة تانية كان بيسافر كتير لبرة في الوقت اللي كان مصطفى كامل في مصر وخارجها بينادي بضرورة جلاء الاحتلال عن مصر كان عمر لطفي رأد التعاون والاقتصاد القومي في مصر من المقربين ليه وأشد أنصاره طبعاً لما عمل نادي طلبة المدرس العليا كان بعض طلبة كلية الحقوق أو مدرسة الحقوق اللي فكروا في إنشاء هذا النادي اللي زي ما حضراتكم شفتوا حفل افتتاحه في أبريل 1906 لكن الغريب إنه أبريل برضو لأنه 18 إبريل تأسيس النادي الأهلي كم سنة كم؟ 1907 1907 لمصطفى كامل ورفيق النضال معاه كان مهموماً بالتعاونيات كان مهموماً بماذا يفعل الشباب بعده في أوقات فراغهم وبعد انتهاء السنة الدراسية التوليفة دي كلها عايشته في مناخ مسؤول سياسي وطني مش عايز أقول اقتصادي لكن فيه حس مرهف بالآخر وبمصالح البسطاء فلما ييجي مع مصطفى كامل يفكره نادي طلبة المدارس العليا ثم يفرز هذا النادي أن يتطور الفكرة طبعا ماذا عن الجانب الرياضي الدراك مبكر بأن الجانب الرياضي جزء من الشخصية ويساهم في الشخصية السليمة أي فلابد أن ينشأ نادي على هذه الأسس يحقق الأهدف دي أيوة يحقق الأهدف دي الإنسان السليم عشان كده وانتوا بتسمعوا حتة مبادئ الأهل وتقاليد الأهل اعرفوا البزرة كانت فين البزرة بدأت بدرجة وإيه هدف فيها نقاء الفكرة عالي جدا ما هو معلش تاني أنا عايدي أركز على الحتة دي الهدف الإنشاء هو مصنع لإنشاء الإنسان السوي السليم بالضبط عشان كده هتشوفوا فكرة تأسيس النادي ولدت في زهن عمر لطفي من خلال رئاسه النادي طلبة المدارس العليا وفكر الشباب وحماسهم الوطن عمر لطفي كان لعب دور مؤسس ورئيسي في تأسيس الناديين لعلاقته من الصفة كامل 8 إبريل 1907 كان أول اجتماع للشخصيات اللي اتحمست لرغبة وفكرة وحماسة نعمل النادي عمر بيك لطفي نعمل النادي الآن كان صاحب الفكرة في مقدمة الحضرين طبعا هو اللي داعي للأعدادية اللي انتوا شايفينها كان معاه مين؟ إدريس راغب باشا عبدالخالق باشا سروت إسماعيل بكسيري مشيل أنس وده الإنجليز اللي كان مستشار في وزارة المالية المصرية وقلف المجتمعون فيما بينهم نقابة أخذت على عاتقها جمع المال اللازم لتأسيس النادي في نقطة صحية ونائية خارج القاهرة هنا هقف عند ثانية عند دريس راغب باشا لأنه من الناس اللي كانت حاولت تعمل فرشة تشويه كده لنشأة النادي الأهلي قال لك ده دريس راغب باشا المؤسس كان ماسوني ويهودي وفي المحفل اليهودي وخدت الكلمتين دول فترة بين الشباب اللي الناس حاولت تشككهم في فكرة واحد زي ده بالمناسبة هو ولاده بعد كده محمد يعني هو عمرهما كان يهودي هو مصري مسلم صحيح للإسلام لكن ما علينا فكرة الماسونية في الفترة دي هتندهشه جدا لما تلاقي فكرة قايمة على العمل الاجتماعي الخيري المحفل الماسوني اللي كان بيجمع كل هزا الشخصات بالمناسبة سعد زغلول كان فيه هزا المحفل عبدالله النديم إدريس راغب ما أقول لأفرز جمال الأفغاني الامام محمد عبدو السلطان حسين كامل الخديوة عباس حلمي كل رموز المجتمع في هذه الحقبة الزمنية كانوا أعضاء بارزين في هذا العمل الاجتماعي الخيري لأنه ده كانوا ما بيفخروا بده زي دلوقتي لما بتتكلم على الروتري والليونز كل سيدات المجتمع وهواني من المجتمع لهم دور مجتمعي خدمي خيري من خلال هذه الأندية كون أن بعد كده الرغبة السياسية في اتجاه ما تحاول تضرب فرشة على مثل هذه المسأل دي كلام أو أمور يتكلم فيها كتير المورخون لكن كمان الناس ربطت ما بين ده وبين الحركة الصهيونية اعتمادا على تشابه الألفاظ فمشت المسألة في كده في محاولة تشويد ريس راغب باشا اللي أنا قلتلكم كان حجم إسهامه المجتمع يعمل إزاي خيريا إنما يجتمع الرأي في الجزء الجنوبي من جزيرة الزمالك على نشأة النادي الأهل الجزيرة الوسطى بتتوسطها جزرتين الرضا والزمالك قالك في نقطة نائية نائية شوف كانت بعيدة صحية خارج القائر كانت بعيدة أول ده كان صحية دي العاصمة الإدارية أي يعني زي قال الشيخ زي أيوة زي ما تطلع بره فيه المجتمعون قرروا تأسيس شركة رأسمالها خمس تلف جنيه بصوا الرياضة المصريية دلوقتي بتحفى عشان تتحول إلى شركات مساهمة كل ما تتكلم مع اقتصاديين ما فيش حالة للرياضة إلا أنها تتحول لشركات مساهمة يغيروا اللوايح يعدوا للوايح علشان يحولوا الأندية إلى شركات مساهمة طب ده النادي الأهلي 8 أبريل 1907 الناس دي وهي قاعدة أسيسة الأهلي على شركة مساهمة وده ده سهم التأسيس بخمسة جنيه 11 مايو 1907 حفل التأسيس أو حصة التأسيس دي الوسيقى بهذا التاريخ جمعوا 3500 جنيه واستهلفوا 1500 من البنك 5000 جنيه على شكل ألف سهم على أن تكون قيمة السهم الواحد خمسة جنيه عبدالخالق باشا سروت كان واحد من أصدقاء عمر بك لطفي المقربين بص بقى دول المساهمين أصحاب الأسهم واتلاقي فيهم طلعت حرب عشان كده لما الناس قالت لك اللي بانا مصر كان في الأصل أهلاوي راحت على سكة طلعت حرب أنه راقت حركة تمصير لاقتصاد المصري اللي أنشى بنك مصر واللي أنشى شركات الأقطان واللي عمل كل جهوده مصر تأمين كل الشركات الوطنية الكبيرة في الفترة دي كان طلعت حرب واحد من مؤسس النادي الآلي وأوائل المكتتبين في تأسيسه طيب عبدالخالق باشا سروت واحد من اللي كانوا حضروا حفل التأسيس وبعد كده ترأس النادي وهو شغل مقاعد وزارية في أكتر من وزارة وشكل الحكومة في أكتر من مرة لكنه من مبادئ النادي الآلي انكر الزات وحفظه حقوق الآخرين لما تلاقي مدرب دلوقت بينسب لنفسه فضل مش بتاعه بتاع واحد تاني يعرف أنه ده السلوك مش أهلاوي ولما تلاقي إداري بيد لنفسه حق غيره هو اللي عمله يعرف أنه ده السلوك مش أهلاوي بيكون المشوار حد دون الإشارة إليه أو بيسطع على رأي حد تاني أو على جهد حد تاني أو ينسب حاجة لنفسه غيره هو اللي عملها أعرف أنه ده سلوك مش أهلاوي لأن السلوك الأهلاوي قاله عبدالخالق باشا صروا للناس اللي بتستغرب يعني تقاليد الأهلي يعني مبادئ الأهلي انكر الزات حفظ حقوق الآخرين حتى في غيابهم عمر بيك لطفي عمر بيك لطفي المؤسس العظيم توفى في 1911 يعني لم يهنأ بالفكرة وهي حية موجودة على الأرض إلا أربع سنين فقط 1919 يعني بعد وفاته بثمان سنين ستة فبراير 1919 الجمعية العمومية للنادي الأهلي بتجتمع ورئيسها عبدالخالق باشا صروت رئيس النادي هو اللي هيتكلم وهيتكلم وعمر بيك لطفي مات من ثمان سنين فبص عظمة الناس وقيمة حفظ حقوق المؤسسين بيقول عبدالخالق باشا صروت وقواقف في النادي للأعضاء الآن وقد انتهينا من أعمال الجماعة العمومية خلصنا جماعة فإني أنتهز هذه الفرصة لألقي على حضراتكم كلمة عن تاريخ هذا النادي 1919 فإن تفضلتم بصوا بقى الأدب فإن تفضلتم وسمحتم بذلك لو سمحي اللي أتكلم فإن أول ما ينطق به لساني في هذا الحديث هو اسم المرحوم عمر لطفي بك ذلك لأنه الواضع لهذا النادي وصاحب الفكرة في تأسيسه طيب دي دي معناه إيه الحرص هو من ناحية المبدأ سيبك الشات بعمر لطفي الحرص من ناحية المبدأ إن الأجيال رغم إن ما فاتش سبعة ثمان سنين على إنشاء النادي لكن عايز الناس ما تنساش كيف أونشئ النادي الأهلي عشان تفضل الفلسفة بتاعت إنشاؤه ها ماشية في شرايين الأجيال التالية فابتدى أحكي لهم كيف أونشئ النادي الأهلي وقف عبدالخالق باشا صارت في قلب النادي قدام منه أعضاء النادي أعضاء الجمعية العمومية بيقول لهم هتكلم على عمر لطفي لو سمحتولي فبقول كان المرحوم عمر بك لطفي وكيلا لمدرسة الحقوق وكنت في ذلك العهد موظفا بوزارة الحقانية فكنت معه بحكم وظيفتين في علاقة مستمرة وكان رحمه الله على ما تعلمون كثير الاشتغال بأمور الشبيبة كان مهتم أوي بالشباب عظيم الاهتمام بأحوالهم وبكل ما يعود عليهم بالفائدة وحضرت ذات يوم وقال لي إنه كثيرا ما فكر في أحوال طلبة المدارس العليا وكيفية تنضياتهم لأوقات فراغهم وفي علاقات خريجيها بعضهم ببعض فرأى أن بعضا من الطلبة يقضون أوقاتهم في المحال العمومية ليس لهم من أنواع الرياضة غير الجلوس في القهاوي وأن البعض الآخر وهو من يرى الترفع عن ذلك يعتكف في منزله وأن الطلبة بمجرد إتمام دراساتهم واشتغالهم بأمور معاشهم إذا ما تفرقوا في البلاد وبعدوا عن القاهرة انقطعت بينهم أسباب الألفة وأصبحوا غرباء بعضهم عن بعض شكى إلي تلك الحال وما يترتب عليها من المضار الأدبية والمادية وقال إنه يرى خير دواء لها تأسيس فناء في نقطة صحية خارج المدينة تكون منتدى لطلبة المدارس العليا ومتخرجيها يخدون فيه أوقات فراغهم ويتمرنون فيها على الألعاب الرياضية ويكون للطلبة الذين قضى عليهم جهاد الحياة أن يكونوا خارج القاهرة وسطة في الاجتماع بإخوانهم المقيمين فيها كلما سنحت لهم فرصة العودة إليها جهاد الحياة كانوا بيعتبروا يجي من الأقليم للقاهرة كانوا مسافر أستراليا أو كندا أم ياجر بيقول عبدالخالق باشا سروت لأعضاء الجمعية الأممية في الأهلي في 6 فبراير 1919 عن عمر لطفي لم أتردد لحظة في الحكم بأن تحقيق هذه الفكرة هو خير ما نخدم به الشبيبة المصرية ولكني لا أخفي عليكم أن أملي في نجاح المشروع كان أقل بكثير من تقوفي من عدم إمكانية تنفيذه أو من سقوط النادي بعد تأسيسه كان خايف في الفكرة ما يكملش وعذري في هذا التخوف أني جربت في حكم هذا على قياس الحاضر بالغابر والمستقبل بالماضي فكم من مشروعات وطنية قامت بضجة عظيمة وأقبل عليها الناس أيما إقبال لكنها ما لبثت أن أخذت في التلاشي والفناء حتى أصبحت أثرا بعد عين ولم أرد مع ذلك أن أثبت همته بمخاوفي هذه وقلت في نفسي لعل في هذه الحركة بركة واتفقنا على العمل فسعى رحمه الله حثيثا حتى وفق في تشكيل نقابة أخذت على عاتقها دفع المال لتأسيس النادي وقد تأسس بالفعل ده عمر ده عبدالخالق باشا سروت وهو بيتكلم لأعضاء الجمعية العمومية بعد 8 سنين من وفاة عمر لطفي اللي توفي في 14 نوفمبر 1911 في ساكنه في شارع محمد علي كان ساكن في شارع محمد علي تابع قسم الخليفة وكان رائد الحركة التعاونية زي ما قلتلك ترك أيضا زوجته ونجلين هما محمد بيك عمر لطفي ومحمد أفندي سعيد عمر لطفي وكان وقتها رئيسا لنادي المدارس العليا وقد طويت بوفاته صفحة من صفحات الحركة الوطنية المهمة في مصر يعني حتى شوفوا التعليق طويت بوفاته صفحة مهمة من صفحات الحركة الوطنية وكأن الإنجازات التي تحمس لها هي جزء من العمل الوطني وهي طلبة المدارس العليا والنادي الأهل وإعداد الشباب من خلال طلبة المدارس والنادي الأهل والنادي الأهل بصه أنشأ النادي الأهل ولم يترأسه يعني إنما فكرة إيه؟ طويت صفحة من صفحات الحركة الوطنية النادي الأهل هو لصيق الحركة الوطنية ولم تطوى صفحاته مش لصيقها هو طلع منه ولن تطوى صفحاته ولن تطوى صفحاته بإذن الله بإذن الله ولاقي في وفاة عمر لطفي ينعيه مين؟ أمير الشعراء شوفوا بقى أحمد شاوئي بجلالة أدرو أمير الشعراء هو اللي بينعي عمر بك لطفي فبيقوله اليوم أصعد دون قبرك من برن يا سيد النادي وحامل همه خلفته تحت الرزية موقرة شهد الأعادي كم سهرت لمجده وغدوت في طلب المزيد مشمرة ولبثت عن خوض الشبيبة ذائدا حتى جزاك الله عنه الكوثرة شبان مصر حيال قبرك خشعن لا يملكون سوى مدامعهم قرى شبان مصر إذن الهدف كان إيه؟ والله المستقبل والشباب والمجتمع لما نقول إن فيه دور مجتمع يا جماعة لازم نتوقف ونصدق ونشتغل على ده لن أقول لك شوف المعنى ده ومعنى روزة ديوسف اللي بتقوله على المسؤولية في المجتمع أربط 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 باللي بيعمله النادي الأهلي بالضبط بيقول أمير الشعراء أحمد شاوي لمؤسس النادي الأهلي شبان مصر حيال قبرك خشعن لا يملكون سوى مدامعهم قرى هم حوالين أبرد ما عندهمش حل لأنهم يبقوا عليك أسواك من أهل المبادئ أدي بقى الناس اللي بتتكلم على المبادئ اللي بيتكلم على الأهل والمبادئ أمير الشعراء أحمد شاوي عن عمر بك لطف هو بانعين تخيلوا بصوا النبت بصوا جودة البزرة ونقاء الفكرة بيقوله أسواك من أهل المبادئ من دعا للجد أو جمع القلوب النفرة بص اللي جمعت القلوب المتنافرة دي كلها وألفت بينهم على هذا المبدأ في هذا الأهلي ده أمير الشعراء عن هذا الرائد المؤسس العظيم عمر بك لطفي في أجمل من كده هو هو يعني أنا يعني سعيد بأننا كنا في هذه اللحظة مركزين هذا التركيز إن إحنا نبرز هذه الشخصية بدروسها بأهدافها لأن تاريخ النادي الأهلي يجب أن يعرض بشكل لائق الناس ما تقدرش تلعب في هذا التاريخ وتعلم جيداً إن ده صرح اجتماعي يحافظ على قيم المجتمع وإنتاج وإفراز للمرة المليون لازم تتقال الإنسان السوي الوطني المحب لبلده في أحسن صورة